شف لنا مدير المركز الوطني البيوميتري عن إجراءات جديدة مكنت أفراد الجالية من تخفيف الضبط على الضبط أقول على طلبات جوازات السفر وضح لنا أن المشاكل متعلقة بأخطاء الصور وكذلك الأطفال المكفلين من طرف عائلات فرنسا تم حلها بعد اتخاذ هذه الإجراءات وللحديث أكثر عن هذا القرار الجديد الذي أخلط حسابات الجالية الجزائرية بالخارج معنا في السيديو ومدير المركز الوطني البيوميتري أهلا بك معنا شكرا على قبول الدعوة شكرا وشكرا الاستدافة نعم بداية أكيد أنك ستحدثنا عن هذا الإجراء الجديد الذي اتخذته وزارة الداخلية شكرا بطبيعة الحل من أجل حل مشاكل تعجيلية بالخارج قامت وزارة الداخلية الجمعة المحلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بأخذ عدة إجراءات من بين هذه الإجراءات هو إرسال مجموعة من الموظفين الكفاء لكي يدعموا القنصوليات الذين لديهم ضغط كبير وعدد كبير من الطلبات وهذه الموظفين سيكونوا معهم حقائب متنقلة لالتقاط المعطاية البيومترية ورح يعملوا خارج القنصولية لتفادي الاكتداد متواجدة عن موظف القنصوليات وهذه الإجراءة رانف مع الإجراءات تحت البربارات لذلك سيكونوا سور بلاس باش نقصوا الضغط على هذه القنصوليات طيب هذه الإجراءة سيكون بداية من 2016 هل الوقت كافي؟ قبل 2016 طيب سيجسد هو في 2016 هو القرار الذي جاءت به وزارة داخلية سينفد وسيجسد بداية مطلع 2016 بالك في مطلع ولا بالك أقبل طيب ألا تتأخر قليلا ربما هذا القرار لم يتأخر قليلا لا لا لم يتأخر لم يتأخر علاش بسك إحنا كنا في آخر أجل تاع الباسبور أوردينير اللي نوم بيوميتريك آخر أجل هو 24 نوفمبر 2015 حنا ما كناش ننتظرو في هذه الطالبات الكثيرة بس حنا نأكد حاجة حنا على مساوى فرنسا كانت 18 نقنصولية هذه الإجراء يخصها 4 أو 5 قنصوليات فقط مشيقا على القنصوليات وسبورسال يقولنا هذه ستون ميشيون سبيسيال بور رنفورسي اللي ندعموا بها هذه القنصوليات 4 أو 5 فقط حنا مر 24 نوفمبر شفنا بللي ما زال اكتضاد نطق على سبين ميتا لقنصولية فيتري كان دو قطعيتي في تليفون يقول لك في أفريل حتى أن القنصوليات أو سفرات الجزيرة بالخارج شهدت فوضى وازدحام كبير بطبيعة الحالة قلت لك في بعض القنصوليات على سبين ميتا القنصوليات فيتري معروفة على مستوى فرنسا وإن كان ضغط كبير حنا هذه العملية حتمس في أول أمر القنصوليات فيتري إن شاء الله وين راح نقوم بتدعمها بمحطات متنقلة وموظيفين أكفاء باش يكونوا سير بلاس باش يدولوا رون مونتا هاد الناس باش نقصوا الضغط على هاد القنصوليات طيب ما هي الإجراءات الجديدة اللي راح تسهل الجالية الجزائرية في الخارج استخراج الجوازات البيومترية أول شيء هنا كانت تعليمات في آخر زيارة عوزير الداخلية وجمعة المحلية إلى المركز في الشهر الماضي حضرنا حناية إنشان دوبروديكشيون خاصة للجالية بالخارج وين عندما يجونا حناية الملفات الإلكترونية تلك القنصوليات ما يتجوزوش تنية 40 ساعة وهذا المعمول به هناك على سبيل المثال يوم الخاميس والجمعة والسبت البارح عندما جاءنا قرار باش ننتجو جوازات السفر ميملي فيها أخطاء قليلة سخطط أنت الردع ردع لبك سعوبات كبيرة باش نلتقطوا صورة الأطفال وبهذا الإجراء تم إنجاز 15 ألف جواز السفر وتسلموا اليوم صباح قبل من جي هنا تسلموا اليوم صباح للوزارة الخارجية طيب معنا عبر الهاتف مباشرة السيد ياسين ميهابي طبيب جزائري مقيم بفرنسا معنا مباشرة من فرنسا أهلا بك معنا سيد ياسين نسأل خير سيدة ياسين مهيباهي نعم طيب أكيد أنك على طلاع القرار الجديد لوزارة الداخلية ما تعليقك؟ تفضل نعم تعليقك على الإجراء الجديد لتخطط وزارة الداخلية الإجراء الجديد لسهل الأمور على كل حال الجزائرية هذا إجراء كان حقيقة أنا شخصيا كنت نتوقع نتوقعين ولأن عدد عدد الجزائرين المتوجدين في الخارج واللي هما في الحقيقة صدقية صعيبة بالنسبة للجوازات السفر البيومترية يفوق المليون وخمسة ميارة من بينهم المقيمين في الجزائر وعنهم الجزائرية الجنسية الجزائرية والجوازات السفر انتهت صلاحياتهم 23 موفمبر وأنا واحد من الناس مثلا هات الحالة هم في حالة يعني كما قال الأخ قد رضيت عندكم الحصة في اقتضاء وفي مشاكل إدارية كبيرة على المستوى الكنسوليات خاصة فيما أذكر الكنسولية الفيتري الكنسولية الفيتري هي تلم مكتو في موضوع جوازات السفر التعريف والشيء تاني بقابة بيناشونو اللي عندهم الجاسية الفيرنسية ويدخلوا الجزائر كانوا يدخلوا ببطاقة التعريف وجوازات السفر الفيرنسية قالوا باقتل المال جانبير رح تتنحها هذه ويدخلوا بإذكاً فيزا تم إلغاء فرض التأشير المزدوجي سنحاول الحديث فقط مع مدير المركز الوطني البيومتري هل سيتم فعلاً إلغاء فرض التأشير على المزدوجية الجنسية لدخولها للجزائر طيب يبقى معنا سيد ياسين كان هناك عمل منسق بين وزارة الداخلية ووجات المعهل النياب لإمتدات المدة لإمتدات المدة أخرى باش البيناسيوني يقدر يدخلوا من بطاقة التعريف الوطنية إن شاء الله طيب سيكون لن يتم إلغاء فرض التأشير إلغاء فرض التأشير كان يدخل بطاقة التعريف الوطنية ما يسحقش تأشيرها بطبيعة الحال جيد طيب سيد ياسين هل أنت معنا؟ معكم أكيد أنك استمعت لتصحيح مدير المركز الوطني كنا عارفين هذا الخبر كنا عارفينه بأن السلطات الجزائرية على مستوى الزارة الخارجية لا تسمح في الجالية الجزائرية طبعا كان قوانين ولكن هذا معروف عن مستوى السلطات في المزارة الخارجية أنها ستسهل أمور بالنسبة للجالية الجزائرية وخاصة أن العدد تحها يفوت كل مليون وخمس مئة الآن الشيء اللي نطالبوه أولا في مستوى فرنسا يهيان مانك دينفورماشون يجب أن الناس يساعد يعني الأخ اللي رأي معكم في الحصة يجب أن نستعرف بالي أنا في فرنسا يهيان مانك دينفورماشون السلطات الجزائرية لا يطلبون مانك دينفورماشون يعني دفعون كونتيني لذلك الناس يساعدون يهيان مانك دينفورماشون طيب ما تعليقك؟ ما ردك سيدة؟ أقول ما رد سالع جدا هنا في وزارة الداخلية منذ أكثر من 3 شهر وضعت على موقع التاحة الرسمي أمبورطاي وينيسمح لقاء المواطنين ينكسوسوا في الداخل والخارج الوطن يتبع الميلة في التاعو وهو يمشي جيد جدا هذا الموقع وهو يرد المشكلة التي طرحه الأخ جيد طيب سيدة ياسين هل لديك ما تضيفه؟ لا أنا أعتقد أنني ضمن سيدة جزائرية يعني يخطوة مليحة هو لفايدة تأكيد الجارية الجزائرية بالخارج نعم هو أكيد فائدة لكم للجارية الجزائرية بالخارج أكيد في انتدار تشسيدوا فقط فيتري تحدثان هو كشهد هناك يمثل الجارية الجزائرية بالفرنسا نشكر الأخي ياسين على هذه المعلومات نضيف بقط حاجة هو قال لك حوالي كين حوالي مليون ونصف مقيم مليون ونصف نحن اليوم ننتجنا أكثر من مليون ونصف جواز صفر بيوم مثلي صالح الجالية فقط من بين هذه المليون ونصف غير في 2015 درنا 900 ألف جواز صفر لصالح الجالية واليوم على وستوى المركزي معدنا حتى ملف نسننا في الملفات يلحقونا من القنصوليات باش ننجلهم الجوازات إن شاء الله ونحن على تم الاستعداد على وستوى المركز ونكاين نعود نأكد برك نحن يجلون الملفات محشفوتو 48 ساعة هذا شيء أكيد نطمنا الأخ باللي إذا كانت الجالية على معدل مليون ونصف نحن خدمنا أكثر من مليون ونصف جواز صفر بيومتري للصراح الجالية جيد طيب خصصتم مركز إصدار الجوازات البيومترية بالحميز لتسريع في العملية وإعطاء أولوية للجالية نعم حدثنا أكثر عنه نحن على مستوى المركز نحن عدنا مركزين عدنا مركز على مستوى الحاصمة عدنا مركز تانوي سيد السكورة على مستوى الأغواط هذه سيدة الأغواط سيكون حيث القدمة ابتداء من شهر جنبير إن شاء الله 2016 في حين عدنا على مستوى المركز الأساسي عدنا ترواشين دو مركز سيدة الأغواط سيدة الأغواط سيدة الأغواط سيدة الأغواط سيدة الأغواط سيدة الأغواط لتجمع أفضل هذه المشكلة تقنية بين دولتين فعلا جلية السماس لذلك أعطت أولوية كبرى لاستخراج جوازات السفر البيومترية للجالية بالخارج يبقوا فقط بعد الإشكالات أكيد أنكم على الطلاع بها وستعالجونها في أقرب الأجراء الأولويات هي نحو جعل مشاكل تاعة الجالية بالخارج وهذا بتنسيق مع وزارة داخلية وزارة الخارجية إن شاء الله ما هي أبرز ربما المشاكل التي تلقونها من طرف الجالية الجزائر اللي توصلكم بين المشكلة الآخر اللي طرحوه ورانا حليناها درنا اجتماعات وحليناها من يوم الصباح كنت اجتماع مع المسؤولين وزارة الخارجية على المستوى والمركز تاعة الأطفال الكافيلين تاعة الكفالة نحن يجينا ملف تلقى كافيل عايش في الجزائر وبعد الدهاء إلى أخرى إلى الخارج يعودوا له لدنطيتي تاعة سيطادر يكونوا اسمه محمد عبد القادر يجيبوا له اسم آخر بالصح عن طريق القانون عن طريق العدالة عنده أنجيجمون نحن كيبعدوا الملف إلكتروني تاعة من القنصولية ما يقولون نحن بلي هذا كافيل وعنده انججمون وش نديرو احنا يا بطبيعة الحال على مستوى المركز احنا عندنا انظمة هذا وهذا ما الاهدف على الجوازات السفر البيومترية سيدا سوري لونيسيتي تا لإدانتيتي سي كل شخص يكون عنده جواز سفر واحد دونك هيا كان هات الشخص عنده جواز سفر وبشخصية أخرى ستدري انطر إدانتيتي لازم انكات حنا نعلم القنصوليات كي يبعتونا الججمون ويبعتونا ولا يبعتونا الجستيفيكاسيون حنا ندبلوك سيستيماتيكمون اليوم كان وعدنا أكثر من 300 ملف اليوم صباح حضرنا لقرب قاولنا حوالي 120 ملف تحد الكائفة بتخطط الإجراءات اليوم وقبل نهاية الأسبوع مدير الجالية كان معايا اليوم اجتماع في الصباح قال قبل نهاية الأسبوع يجقع الجستيفيكاسي تعلق الصندوسي لن يدبلوك إن شاء الله والمشكلة هذا رح يلغى تماما هذا الأسبوع إن شاء الله جيد طيب نتابع فقط تصريح مدير العصرنة بوزارة الداخلية الذي كشف عن اتخاذ قرارات جديدة لصالح الجرية حيث يستطيع الجزائريون في الخارج إعادة استخراج شهادة الميلاد 21 وشهادة الكفاءة لرخصة السياقة من القنصلية فوريا مردفنا الاستخراج الإلكتروني للوثائق سيدخل حيزة تنفيذ في غضون شهرين المقبلين نتابع التصريح في ميكروفون وليد بوهراوة الآن الإجراء الجديد يسمح للمسؤول على المستوى القنصلية أنه يستصدر نسخة تانية لهذه الشهادة بصفة آلية الآن تقرر السماح إلى القنصل أنه يستصدر هذه الشهادة مباشرة وعلى أساس فقط على أساس رخصة السياقة رخصة السياقة السابقة الجزائرية يستصدر مباشرة هذه الشهادة وهي شهادة الكفاء بعد تقنين الإمضاء الإلكتروني مع أنتها سيتحصل مواطن على قريبا بعد ما يتقنن هذا المشروع سيتحصل على أوراق الحالة المدنية وتأيق الحالة المدنية بصفة إلكترونية إجراءات جيدة ومفيدة للجلية الجزائرية بالخارج لديك إضافة تفضل نعم عندي إضافة مهمة جدا باش نعلم الإخوة الجزائرين العايشين بالخارج باللي بإمكانهم بإمكانهم يدداء من الأسبوع المقبل يديروا طلب جوازات السفر بيومترية عن طريق الإنترنت كما الفيزا كما رحوا ندير الفيزا في TLS يقدروا يدخلوا يرانسينيوا الفورميلار إلكترونيكم يقدروا مملاحة يقدر يطلع ملف إلكتروني تاع الصورة على الموقع هذا ويقدر يأخذ مم رونديو هذا الموقع اليوم درنا عريتينا لديسيزيون مع وزارة الخارجية ونحن يدخل حيث التنفيذة بدأت من الأسبوع المقبل والشخص يتنقل يتنقل بشي مد فقط لدوني بيومتري كتاعه فقط جيد وصلت رسالة نتمنى أنها وصلت للجالية المقيمة بالخارج شكرا جزيلا لك مدير المركز الوطني البيومتري كنت ضيفنا اليوم شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل شكرا نعم ابقى معنا فقط نمر